اول حديث رواه البخاري ده ما يتنسيش يعني لو فتحنا صحيح البخاري حنلاقي اول حديث وحنلاقي اخر حديث تمن تلاف وكسور اول حديث بيقول ايه هو رواه عمر بن الخطاب رسول السلام يقول انما الاعمال بالنيات طبع وانما لكل امرئ ما نوى من اول السطر ماذا قال الفقهاء في هذا الحديث الاجابة قوله بقى اجتمل هذا الحديث على ثلث الفقه من اول السطر وذهب اخرون الى ان هذا الحديث اجتمل على ثلاثة ارباع الفقه خد اخر صحيحة بقى عشان يبقى ثلاثة اقوال عندك وذهب المتأخرون منهم البيهقي وغيره والله ان هذا الحديث يجتمل على الفقه كله طبعا انا راضي بالتلت وراضي بالتوم وراضي بايه نسبة العمال بالايه بنيات ايو انا منوه بكرة ولادي ولادي الجرال الحدائق الغناء الكاميرات اللي هي دلوقتي بتتوضب ورح نتصور الناس في الجنائم بنية ان الديان دخلت بعضها وان احنا كده بنقلد فلان ولا علان وبنتشبه ورحيب بداية هو ده النية يعني يعني النية كده ولا النية ده انت تسأل الناس كلها هي راجل بتاع فسيخ ما يعرفش هو ايه غير ان هو امتى امتى يوم الفرج امتى يوم الرخاء الموسم بتاع ايو والاطفال اللي لادي بيلونوا البيت فرحنين شام النسيم يا ماما حروح فين يا ماما وتلمستي انا مهل باكري واخد اولادها وراح تيشوي بكرة في الغيط يعني بقول ليها هتجيبوا هتاكلوا ايه اتمنى ما بحبش البتاع عندي ملوحة وعندي وحاجات فرح بنعمل لحمة وفراخ وبتاع والبنت بتمسك السيخ كده نهاردة في الكلية وتشوي بتاع اتأيوة وبتاع بس هو النهاردة يسمو شام النسيم رحي نشام النسيم جاء كلمة ريليجيجيشانز ولا الدين ولا أديان على ايوة على فكرة اي بني آدم في دول اللي راحين يعني ما جاش خاص طيب احنا ما سيبناش حضن البخاري انما الاعمال وبالنيات اذا انا عندي نية اسمها النهاردة حخرج النهاردة حاكل اكلة معينة بحبها كل سنة يا رجل ده الست اللي حطت السم لسيدنا محمد في النعجة عشان تسمو يقولك كان كل سنة في نفس المعاد يحس بالوجع والله اذا كنت هتاكل في سيخ لما تيجي السنة اللي هوراها تحس بالوجع بتاع السنة اللي فاتت بطالية بيضة مش عشان ربينا حرموا عشان لي وجعك الدين ده لما يتفهم كده حيجرأ ايه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة